اكثر من 6.3 مليون ناخب يغطرون برلمانهم للخمس سنوات المقبلة الاحزاب النمسوية تنهي حملاتها الانتخابية بدعوات مكثفة للمشاركة توقعات بتأخر صدور نتائج الانتخابات حتى مساء الأحد الساعة الحادثة عشر تمديد حضر الأسلحة بعدة مناطق بالحي العاشر بفينة حتى نهاية العام وأخيرا إحالة مسؤول كبير في الشرطة للتحقيق بتهمة سرقة ورق الحمام مرحبا بكم في هذه النشرة الاستثنائية الخاصة بالانتخابات اليوم السبت يتجه يوم الأحد أكثر من 6.3 مليون ناخب إلى صندوق الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان لخمس سنوات مقبلة مع توقعات بتصدر حزب الحرية اليمنية الانتخابات حسب استطلاعات الرأي ويركز حزب الشعب على الاقتصاد وتوفير الرعاية للأطفال بينما يسعى الحزب الاشتراقي لفرض ضريبة على الثروة وتجميد زيادة الإجارات في المقابل يدعو حزب الحرية إلى تعزيز سيادة النمسا وتقليص المساعدات الاجتماعية للاجئين أما حزب الخضر فيهدف إلى الاستقلال عن واردات الطاقة وتوسيع رعاية الأطفال ويركز حزب نيوس على التعليم وإصلاح نظام التقاعد ومكافحة الفساد في حين يدعو حزب البيرة إلى تصحيح نظام الرعاية الصحية أما الأحزاب الصغيرة مثل كابي اي وفاندل فتوجه اهتمامها نحو قضايا مثل الإسكان ومكافحة التضخم اختتمت الأحزاب السياسية النمساوية حملاتها الانتخابية في حالة من الهدوء النسبي في الخطاب الانتخابي قبل يوم من الحسن واختتم حزب اس بيو حملاته الانتخابية بمنطقة ففوريتن في فينا حيث ودع أندرياس بابلا الناخبين لدعم الحزب ضد اس بيو مركزا على قضايا المساواة حقوق الأطفال وفرض ضرائب على الثروة واختتم حزب الحرية حملاته الجمعة في شتيفن سبلتس حيث أكد هيعبت كيكل تطلعاته لتحقيق فوز تاريخية بينما أنها حزب الشعب حملاته أمام مقره في فينا مشددا على سياسة الاستقرار فيما ركز باقي الأحزاب على حجد الدعم للانتخابات ستغلق مراكز الاقتراع في الانتخابات الوطنية النمساوية للعام 2024 في الساعة الخامسة مساء وستصدر التوقعات الأولية فورا بعدها لكن النتائجة النهائية المؤقتة قد تتأخر حتى الساعة الحادث عشر ليلا نتيجة لتعديلات قانون الانتخابات لعام 2023 التي تتطلب فرز أغلبية الأصوات البردية يوم الأحد وفي الانتخابات السابقة كانت النتائج تعلن بحلول التاع ساعة مساء إلا أن هذه التعديلات قد تؤخر العملية ومن المتوقع أن تستمر عملية الفرز حتى الساعات المتأخرة مع احتمال استمرار الفرز يومي الاثنين والثلاثاء لاستكمال جميع الأصوات البردية المتبقية أعلنت شرطة فينا تمديد منطقة حظر الأسلحة في حي ففوريتن والتي تشمل منطقة رويمن بلاتس حتى الثاني من يناير 2025 وسيستمر الحظر على مدار الساعة لمدة ثلاثة أشهر إضافية وفقا لبيان لوزارة الداخلية ويشمل القرار منطقة المشاة في ففوريتن شتراسة والمناطق المحيطة مثل رويمن بلاتس وكيبلة بلاتس حيث تعتبر نقاط ساخنة وبالإضافة إلى الأسلحة التقليدية يحضر أيضا حمل أدوات خطرة وتم تأسيس منطقة الحظر في مارس بعد وقوع جرائم دموية وتم تمديدها في يونيو والآن يتم تمديدها حتى بداية العام المقبل اتهم موظفا رفيع المستوى في مديرية شرطة بورجنلاند بالاشتباه في سرقته كميات كبيرة من ورق الحمام وكشف عن القضية بعدما رصدته زميلته وهو ينكل الأكاس البلاستيكية المملوئة مما دفعها للإبلاق عنه وعند فحص سيارته وجد صندوق السيارة مليئا بورق الحمام وقد أكدت وزارة الداخلية أن القضية قيد التحقيق وتمت إحالتها إلى المكتب الفيدرالي للوقاية من الفساد ومكفحة الفساد وتم نقله مؤقتا إلى قسم آخر بينما تستمر التحقيقات الداخلية لمعرفة تفاصيل الواقع وملباساتها كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا ريم أحمد أمسي السعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر